صباح الخير او مساء الخير يا برج الحوت. فهنبدأ في برج الحوت الكراءة العاطفية. وان شاء الله خير بازني اللي ان شاء الله. نشوف الطاقة العامة لبرج الحوت والشريك كمان. دي طاقتك يا برج الحوت انت حاليا زي ما تكون بتفكر تبدأ شيء جديد. بتفكر تبدأ حياة جديدة. بتفكر تبدأ مشروع مثلا اي شيء. ومحتر ما بين امرين. انا نشوف كده اللي بعدها. انت الظاهر كده خارج من علاقة فيها انفساد. ومحوط على مشاعرك بطريقة جمد قوي. ولميت كل اللي فضلك. وبدأت ان انت تشوف بقى طريقة قدام ايه. دامن الاخر يعني اوكي. ولو اعتبرنا دي طاقة الحبيب. فالحبيب بيرقبك. ويرقبك مراقبة جمد قوي يعني. ممكن تكون مش ملاحظة لانه مخاب نفسه بص عطلس نفسه كده. بس كان فيه انفصال وانفصال قاص شوية. يعني تقلمت شوية برج الحوت. نشوف بقى الحبيب اللي بيرقب ده. مشاعر ايه مشاعرك? شايفك ازاي? شايفوا ازاي? الا لا لا. يلا واحد شايف دوتا تنى شايف كده? عايد نشوف هنا اه ناوي على ايه? او ناوي ايه الخطوة اللي ياخدها? وانت ناوي عليه? الله. برج الجوزاء الزهر لنا بوضوح. يعني يقول لنا انا مسيطر هنا. طعب. اه الاعلاقة دي اه هو شايفها هتبقى عاملة ازاي? او شايف ان الخطوة دي هتؤدي الى ايه في الاخر. اشتبقى يعني نبقى مع بعض يعني. طعب انت شايف الاعلاقة دي ازاي ونصيحها في الاخر. طعب. مبدين كده برج الحوت. الشريك زي ما يكون مكان اه في عزلة. لان انا عندي هنا كارت ده هرمت لو بتتعامل مع برج العزراء. وعندي هنا برج السراطان كده. انا اقول الابراج كده وحنا ماشي بالترتيب عشان ليس بتسألني موضيش الابراج موضيش غزب. ومش نازم الابراج. يعني ممكن يكون برج وميزان بس طاقة مش اكتر. طبعا ده كارت برج السراطان. ده شخص اه فجأة كده. فجأة بدون اي مقدمات فنبغيبوبة تقليبا كنين فيها ولا حاجة. وعايز ياخد قرار. عايز ياخد قرار. ومحتار ما بين القرار ده وقرار ده. ده شخص طبعا الكارت العربة محتار ما بين قرارين. يعني يخش مين ولا يخش شمي. طبعا لا بيضو الاسود باينين اهم. اه في مقابل انت مشاعرك ايه زي الصام. انت انت ممكن تكون مش مشاعرك حلوة بالنسبة لات. انا ما بقولي هنا مشاعر الشريك ممكن تكون مش بالنسبة لك انت. ممكن تكون مشاعره حاليا عموما يعني. تمام فهو حاليا محتار. انما انت شكلك زي ما انت قد تلك انت قعدت ابتدي يعني شئي دي ات مشاعرك. اه مش هرتاجي بهادك الزابر بالفوت. انت تشافيت. بالزبط كده. انت تشافيت. انت الانتصام بيجي بعد دايما ديئة، بيجي بعد خنقة، بيجي بعد قرف، بعد بوكاء، بعد اي حاجة ده عموما اي حاجة باش فانت مشاعرك بزهزه السجاجي كده اللي بتجعيد لما بنخسلها تلقى مزهزه هي كده بالحرف وانا عليس اعمل ليعطى وضحات هقولك هو عايزي هنا فخلينا نشيل الكروت بتاعتنا من هنا دهين دهين ونشوف العربة شاهدت هو الظاهر كده والله واعلم انه محتر خلم اه اه لا 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 غاية بربو الحود اعملت ايه في الشريكة بربو الحود ده ده فاق خلم بعد غيبوبة ده الظاهر انه هو ام النوم كده دور عليكم الاكش قال ينهر ازرق وراح فين بربو الحود ما قولكمش بنخليك مرة واحدة مرة واحدة كده ما ما منديش صبق انزار بسزابت حرفيه ان كده فاقم النوم السبح كده قالوا الله هو راح فين ممكن يكون الشخص ده ما كانش مباين لك مشاعره خالص نهائي وكان مباين لك بس الوش ده لان انت شايفه king of sardis king of sardis شخص نخبي مشاعره شخص ماسك سيفه على اي حاجه ويتلكك وممكن يكون كان بيتنشك تبعط له مسج مايردش يكلمه مايردش يكلمك بمزاجه ويخلص الكلام بمزاجه وانا ابتدي بمزاجي وادخد شخص من الاخر كده عنيف ويصد لانه ماسك على مشاعره فهو ماسك على مشاعره ولكن حاليا هو عايز يجييييييييييييييييييييييييييييييييييي Nast of Cups او ماي جaud به جيد منA carte کس عايز، عايز جددد وعايز بدايه جديددد عايز جديدددددك حقيقيهيييييييييييييييب كايلهيEP متكيتش الهوب كان يستابل، كان يتلكع معك، كان يقوله ازيك يرد عليها بعد يومين الشخص ده عايز التباعد اللي ما بينك وده ينتهي بالزبط احنا بدنا التباعد وبنكلم بعض في الاحلام على فكرة هو بيحلم بيك ولما اقول بيحلم بيك مش لازم يكون بيحلم بيك اللي هو بيشوفك بقى لحصانة بيد فعايز ان يتباعد ده بقى فرصة جديدة نبدأ بقى فرصة جديدة بقى ومبطل بقى انا بادئ بجد شخص ده تقريبا زي مولتلك كان مخابل مشاعره كان قافل على مشاعره وحطتها كده جنبه وبيفوتك وبيصدق فانت زهقت وقلت له خلاص يا عم بقى لما انت خلاص شكرا يلا عم نروح بقى خلاص اهو انا حكمت بالعدل اللي انا جايلك ولا انت هتروح لي وسلام عليكم وعليكم السلام وانا روح لي اشوف لي بقى حد تاني تدي له الحب اللي عندي ده بقى خلاص بقى خلصت ساح من النوم ملاقكش انت مشاعرك زي السامن انت ممكن تكون لما هو يجيلك انت هتبقى فرحان قوي بس انا اقول لك انت هتبقى فرحان بس في نفس الوقت هتباين بقى طبع مقبر بالحبوت لما ترى تجي في ملعبه بيبتالك بقى هتبقى فرحان وسعيد جدا ولكن ممكن تكون مثلا يعني مش هتتغر ولكن هتقول معلمه درس معلمه درس هو يعني 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 يسيبني ويمشي و اوه شفت شفت اوه تعبك قوي 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 تعبك قوي انت كمان بانت تشافيت انت تتشافع انت انت انتظرت رجوعه كتير قوي الشخص ده قلمك بطريقة ما تتصورش الشخص ده ممكن ما تكونش خيانة بس ممكن تكون مثلا رقبته مثلا فلقيته بيعرف ناس تانية وانت تتكلم معاك يا عم انت بتتكلمني 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 ناس تانية يسيدي ما تفاهمني حقيقة مشاعرك ده ايه لا ما بيرودش وعندك حالية شديدة قوي ده مع انك واخد العشر صيوف بس ابوب الحوض بها نعمل في ايه القلب طيب ده نعمل في ايه طيب وخلي بالك هو شعر ان انت انت الحب الحقيقي انت الحب الحقيقي ما تخافش انا عارف ان برجل فوق يندم جدا على الحديقة اللي اديها للشخص بس عنديتي اهتمام اديت ايه حاجة ما تخافش الكرة في ملعبارك انت انتظرته كتير قوي انتظرته يتعادل مرة واثنين وثلاثة اديته تانديهات مرة واثنين وثلاثة لغاية ما قلت بس كفاء عشر صوت كتير قوي يعني زي ما يكون حصل شيء خليك تنهي الموضوع يقول له مع السلامة بقى كفاية كفاية بقى ان خدت عشر صوف الظهري اخي وانتظرتك دين فيك كفاية بس دينه بينك انت وحشت يعني حرام بقى فانا متفقل بالكافتين دول لان هو عايز يجي وقيه بصمحتك شوية بس نييته حلوة داي جدا بقى مش هقولك الكلمة الاولى بقى واخرها كيف تبقى مفتيك لا 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 هي بحبك يعني هوا شايفك ازاي شايفك البيتش اوف بانتكالس شايفك عرض بس عرض هو مش هبار كبير ولا صغير بس هو شايفك فرصة تمام ايه فرصة انت فرصة فرصة حلوة بكل النواحي بقى انت فرصة حلوة فرصة شكلا وشايفك ان انت شخص يعني انجازات جدا وان انت كنت مقدم له عرض حلوة يعني هو شايفك فرصة وشايفك العرض كمان انت كنت مقدمه له العرض صادق مش اللي هو اي كلام بس عرض كمان صغير يعني اللي هو كنت داخل اه بس مش قوي كنتش داخل معه قوي بس هوريفر يعني انت برضو شخص جزال وشايفك فرصة شايفك فرصة فرصة حلوة فرصة اي كلام يعني في المقابل انت شايفه الكنج اوف سردوس طاقة الهوائية غلبة قوي والمائية غرضه الكنج اوف سردوس شخص جامد في المشاعر قوي يخبر مشاعره ودايما دايما كلامه تقيل يعني وتحس انه هو انا اسف في الكلمه غبي 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 في التصرفات ومش بيوزن مش بيوزن تصرفات ممكن يرافع سيفه على اي حاجة اي حاجة رافع سيفه يعني ايه عم تاخد لا ام بخودش ود انت شايف انه هو جامد المشاعر ومش جامد المشاعر يا باب الحوت الظاهر والله اعلم ان شخص دا كان عنده ازمة كمان الشخص دا كان عنده ازمة وبيحلها دا كان سبب التباعد انه هو كان عنده ازمة والازمة دي كانت نخليها كده ممكن تكون ازمة مالية او ممكن تكون كنتوا في علاقة سلسية وهيتخلص من الطرف الثالث ويجيدك هو كان عامل الوش دا لانه ما كانش عارف يعمل ايه يعني عادي اروح لي دا ولا اروح لي دا وكان محتار هو شخص محتار مش عارف يعمل ايه طيب انت يا عم انت اللي عايز اقدم يكسب حب انت انت بقى تعمل ايه ايه الفرصة ايه اللي بيفكر يا مالو هو ندمان جدا قوي ندمان لدرجة انت ما تتخيلش وانا عادي ان في الناس يقول لي لا لا دا عمره ببقى ندمان مش بيبين بس انت شايفه ازاي دي اللي انت شايفه دا حقيقي هو دا اللي بيزهره للناس انا جامد انا قوي انا ايه ولا تقصر معي ولا ولا ايه حاجة الخطوة اللي هياخدها انه ندمان قوي ممكن يكون حيرجع بس حيرجع وهو مخزون ومكسوف منك لان انت مقابله بالله بس انت بتحبه وبقول لي كنت اول يا صحيح مش عارف اقولها لك ازاي يلا فهو لما يرجع الخطوة انه هو عايز يرجع بس ما يبقى مكسوف يعني ممكن يتكلم معك بس انه هو يتكلم ايه مثلا عامل ايه ازاي مثلا متكلمش كلام مباشر تمام يعني حتى هنا شخص نخبي نخبي مشاعره فهو هو ممكن يرجع ولكن هيرجع اللي هو مش مش رجوع اللي هو ايه مثلا يلا نجاوز دلوقتي او يلا نرجع دلوقتي حالا لا هو هيبقى مكسوف قوي وبيترقب من تكلم الايه لانه شخص ده شكله عنده كتبقى عالي قوي قوي يعني مش هزار ويحبش حد يجرحه ولا حد لو برج الجوزائي بل انا بقولوا ده صح اه شوف الكارت الثالث كانت علاقة صلاثية كانت علاقة صلاثية زي اللي انا قلت بزبط فيه قرار هو خده الشخص ده يا اما اختر طرف غيرك في الاول خالص وبعد كده تبين لي ان الطرف ده اي كلام ولها الالعلاقة دي كان في علاقة كارما شخص ده كان في علاقة كارما لو انتم ما تعرفوش ممكن يكون كافة علاقة صلاثية كانت فيه علاقة كارما شخص ده عايز يجي عشان شايفك الاستقرار شايفك ان انت ممكن بص بقى ركز معي من البيج اوف بانتكلس للكينج انت البرينس شوف انا لفت انا لفت على كام واحدة ودعتلك انت في الاخر انا شوفت كام رابل ودعتلك انت في الاخر هو عايز الاستقرار لو رجع هيرجع كده مش هيقول مشاعر خاص هو الاول هيجس النبط مساء الخير مساء النبط عامل ايه او عامل ايه ما تعرفش نعمل ايه اصل الفوتة الصوارية عملها تعيد والفوتة كبيرة الام مش لايه بس ان هو ما تتوقعش يقولك انا بحبك انه بص اي كلمة هيتير لانه يعني مش عارف مش عارف يوري وشه منك انت انت شاكل الامعور طعنك عشر طعنات هو عارف عمل ايه كويس عارف ايه كويس وعارف انه كان مضيع فرصة من جيده بس انت بقى مش هتسقط انت هتقوله انت انت لسه هتحضر عتين ده متعيط يا عامل ايه ايه انا احبك زلافرز انت هتبين له مشاعرك على طول ممكن ولا هتعمل ايه تعال انشوف كده بس برب الحوت هو وحشك اوي يا برب الحوت وانت هتفرح به اوي بس ممكن يكون يعني اللي هتعمله ان انت لما يقولك انا اغلط في حقك وتعال انصلح العلاقة ها انت اش معقول يا برب الحوت كده بعدين في قلبك الطيب ده بقى نعمل فيك ايه بقى? الشخص ده هيرجع وهو مجروح من علاقة سبعة. وانت هتقول له انا هشفيك. انا هخليك تتشاف. الشخص ده هيجي يقول لك انا تعبان. تعبان قوي انا غلط انا عارف انا غلط. هتقول له ولا يهمك. ممكن تتعجب. بص ممكن في الاول تعمله الوش ده. ممكن. تعمله ان انت مش واخد بالك. منه. مسلا. اول هو اهلا وسهلا. فضل. فضل اهلا بك يا اخوة. اه. 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 خدت ايه اه? خدت ايه من اللي انت روحت لها. وهو كده مسلا. ولكن انت في غرضك جوا نفسك انك عايسش فيه. في غرضك جوا نفسك ترجع لعلاقة دي تاني انت بتحبه. تتوقع مروح. حق. ما تتضيبش على لفسك بقى. ما تتضيبش على لفسك اكتر من كده. اه. انت جواك دي خطوتك. خطوتك ان انت ترجع له تاني. لان انت شايفه الاستقرار. هو شايفك الكينج وفانتكنس وانت شايفه العشق وفيت. احنا متفقين انت متفقين. ده رجوع لا محال. دي خطوت اللي هو عايز ياخدها. لو هو خدت الخطوة دي انت هتاخد الخطوة دي. ما اخدش الخطوة دي انا مش هتاخد الخطوة دي. بس. بكل بساطة. بس بقى هو الامن ايه. ايه اللي قاله او هو شايف ان العلاقة دي. اه. لو انا جيت مثلا وقدمت عرض ايه اللي ممكن يحصل. بس بقى. عشان هو عارف اللي عمله. وعارف ان هو استفزك. واخرج اسوأ ما فيك. فهو خايف ان العلاقة دي تنتهي بالرفض. عشان كده مش عارف يوري وشه منك. خايف يرجع. مع انك بتحبه. بس واخد يرجع. عمل بلاوي. شخص ده عمل بلاوي. اي ان كان العمل بسوء عمل بلاوي. بلاوي بالنسبة لك. فخايف يقدم عرض شخص ده عنده كبرياء بشع. تخلي بالكم. عشان ده او زي ما قلت لك. هتصده جامد. هيجري. فخايف يروح يقدم لك عرض ترفضه. يزعل بقى هو. يزعل. دايق بقى. انت عندك عروض تانية على فكرة. بس انت كنت منتظر عرضه وقصد كنت منتظر. ومرجعش وخايف ظنه كتير قوي. سهو خايف بقى بعد المدة دي كلها. يعني هي هتقدل هتقدل مني ان هي. اه ترجعني. يعني بدك بعد اللي احنا عمل ده فيه. اي انت عمل فينا ده كله. هيقبل اه يكلمني مرة تانية. هو خايف كده. مثل انت شايف عكس كده. ادي حاجة غريبة يعني. شايف انها. هتبقى علاقة فيها تواصل جامد قوي. يعني شايف ان هي علاقة حلوة قوي. يعني ايه ده في ايه. على فكرة ممكن تكون العلاقة السودية ايه كراءة عكسية. وممكن يكون هو اللي شايفك انت اللي جامد. وانت بقى اللي ندمان. بس انا ما عتقدش ان انت اللي ندمان. ما عتقدش برب الحوت. برب الحوت ما بينامش على اي حاجة سابعة عمودة يعني. بطرح كبس. ده طلعت لك مقلوبة. وده كمان مقلوبة. انا عدلية. لا مش عدلية تخيل. يلا. يات مقلوبة. وكويس ان هم جوا مقلوبين. شوف بقى يعني حظك يا برب الحوت. ازاي خطي الورق ما بستتش فيه. وكارتك هنا كمان. بص يا برج الحوت. من عند ربنا. حلص مش هتكلم تاني. شخص ده كان بيتلاعب بيك. مش في الاول مش بيتلاعب. كان بيتملص منك. تجي تقول له ازاي عملت ايه رد عليك بعد ثلاثة ايام. كان كل ما تتقرب منه ايباد. اقرب ايباد. اللي كان دي كانت افقا. لو كنتم مرتبطين. فهو هراك. 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 خيانا. تتكلمه. تبقية ويتنجي مع واحدة. مثلا. تتكلمه. هتلاقيها. مثلا. عاملة لايك. مثلا. اي حاجة. المرة دي. عايز ايجي لك بعرض. عرض حقيقي. عرض مش هجدب. عرض كل حب. انا حسبي امتك. انا مش هجري منك تاني. انا بحبك من الاخر. انا عايز اشيب بقى اللي حصل دي. شخص ده. يا اما هي حاجة من حالتين. يا اما هو في عنصته بعض. هو اكتشف امتك. يا اما دخل في علاقة تانية. كانت علاقة سلسية. والطرف التالث بالمعنى الاضابي كده. انا مش هجز اقول الكلمة علاوة. بس هو خد الصباح. طيب. اللي مفرحني في الليلة دي. مع انك انت هو خايف منك. ولكن العلاقة دي مستقبلها. ان شاء الله بإذن الله في الشعر. لو انت رجعت البعض. كان في شوية التفل الاول والحركات دي كلها. فهتبقى علاقة جميعا. مش عراقة سلسية. لا لا. هتبقى عبا في احتفال. هتحتفل. مقلوبة دي. لا. ستحتفل. ممكن. ممكن. اه. يا ممكن يقول لك اعمل لك ايه نعزى اتجاوزك. يلا يا عم. يلا يا عم نتجاوز يا عم. انا خلصت خلاص. شخص ده عايز يتجاوز الفكرة. شخص ده عايز يتجاوز لان. اه ايه بابا. هو ده. هو ده. هو ده. هو ده. هو ده للكلام اللي يفرح. شخص ده عايز ينهي الماضي. نقفل صبح قديمة بقى اقفل بقى يا برب الحوت بقى اقفل وركز معي كده. ركز ده نتوقع مروحك يا عم. دي العلاقة هي دي. انا انا ش انا شايفك الكوين ام بانتكالس. او انت واحدة شايفك الكوين ام بانتكالس. والعلاقة دي كان حزين جدا على انها انتهت. اكتشف ان انت السومنين بتاعها. بص. بص الورقة بتتكلم الله. اه. انتوا توقع من روح و بتاع بعض يعني مش ازار. شخص ده لو كان بيه تلاعب بيك فهو عارف قضيته. طيب. لو رجع يا برب الحوت في انتصار. انت انت حتى اكفل يا برب الحوت. لو رجع تاني. انا عارفة ان مشاعرك كويسة زي الصعنة. هتفرح. بس هل برب الحوت اه مش عارفة بيه تطلع ايه. اه. في حد ما بينه مش. في حد ما بينه مش. ممكن يكون هو. اكي. اه. 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 في كاس حب هيتقد. طيب. حالي. تمام. طيب برب الحوت. تعطبه بيهدوق ولا تكمل في هذه العلاقة. اعطاك يا برب الحوت ان انت مفروض ان انت مطعبوش قبل. لأ. عن رجع الحوت هيبقى متكبر عليه بقى. اه انت خايف. اه. اش قلت لكم. انا كنت يشك ان في حاجة هتحصل. لا 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 لا. ليه كده يا برب الحوت. ليه كده. ليه كوين كوين. ليه 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 ليه. ليه انت هتكديله الكلام جميل قوي. ده انت شايل له شوية كلام. لا حصل ولا يحصل. مش ولك انت خايف. وعشان كده خايف منك. ومش عايق بالزبط ومش عايز يوري وشه خالص. ده هو بيحصل بألف الحساب. يجي ولا مجيش. ده انت يعني شال منه الطريقة. وعايز انتقل. وعندك هواجز. انت بتقول في نفسك. انت انت الغريب قوي ببجود. انت بتحبه. وعايز معا جواز. وفي نفس ذات الوقت انت خايف منه. بس هتحصل خناعة. هتحصل خناعة. وهتديله كلامي يعني جامد. مش زور. اللي هو بص بقى. انا رفع لك سيفي. بقى. انا اللي خايفة منك. ولا اي انتاش. انا مش خايفة منك. طب الخناعة دي. ممكن يعني. تصفر عن ضحايا. او. هتوجع قلبه. هتوجع قلبه كامد. الخناعة دي. هتوجع القلب قوي. قوي. هتوجع له قلب قوي. ممكن ما يبينش. بس بعض الخناعة دي. في شفتر من القصة دي هينتهي. الا وهو. الشفتر السيء. وهو ده اللي مفروض يحصل. انت ديعت. اهلا وسهلا. انا بحبك. اه. وحشني قوي. بس تستنى بقى معا. ان انا شايلة منك كتير. في قصة جديدة هتبتدي. قصة فيها استقرار. كرتك يا برب الحود. انت هتبقى. ال king of cups. الاخر كده. الشخص ده يقولك. بص بقى. انا ملك ايدك. انا ضايع يا معنى. انا خلاص. انا عرفت نفسي. انا ماليش في الفننا عند صاحب بنات. لا خلص. انت. 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 كنت الام الحنونة. انت الام الحنونة. اه. هيتشتعلوا على العلاقة دي قوي. ويبقى فيه رد سريع منه. استقرار. استقرار. الا علاقة دي هتتزبط. 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 انا عايز اقولك. شخص ده تعلم درس. بس ايه هو بقى. مش يقوله لنا. مش رودي يقوله لنا. هو ماطي رسوط الارض. وخايف يقول. هو ظهر كده انه. هو راح لحد تاني. بس انت يا برب الحود. اه. مطعوم منه قوي. بس. يعني. يعني. مش عارف. ابس انت قريك الحرية. ولكن انت عايز ترجع. اه. عايز ترجع. انت عايز. انت. انت عايز تطير عليه. ويبقى في استقرار بعد الخناء دي. وهيشتعل عليك. ما تلقش. هشتعل عليه. لو ما كانش فيه تم. هني تم. هيبقى فيه سيطرة. هتبقى الكنجورف كبس. برب الحود. اعتقد. يعني. الكلام واضح جدا. ان شاء الله. بإذن الله. بإذن الله. بإذن الله. بإذن الله. ان شاء الله. والثلاث سوف دول. هو اللي هيتطعب. مش انت. لان انت. هو اللي مطي راسه. مش انت. انت زال فن. بس انت بتحبه يا برب الحود. انا عارف ان يا برب الحود. احنا بنتدي كلام بيونجا. بس والله ما بيبقى قصدنا. يعني. من الوجع مش اكتر يعني. واننا ما بنعطبش حد مش عايزينه في حياتنا. طيب. اه. برب الحود. كراءة شعر تمانيها. اه. ان شاء الله. بإذن الله. هعمل كراءة عن المنفصلين. في فيديو الوحده. كل برب. هيبقى ليه ثلاث كروت. بالترتيب كده. فيديو كامل كل الأجراء. عشان الفيديو ده. ميبقاش طويل. وعشان كمان اللي يدخل. ميعدش كتير يهالة الفيديو. فمستيجي داني برب الحود. وأتمنى. أتمنى. أتمنى. الكلام اللي في الورق ده. بإذن واحد أحد. بإذن واحد أحد يتحقق. لأن انت موجوع قوي قوي برب الحود. وأنا نفسي موجوع. يلا. مش هنتكلم كتير. فان شاء الله بإذن الله. هيرجع بإذن الله ويتعيدل. طب نقول لأبراج تاني. عشان الناس بتسقل. بس. احنا عندنا أبراج ترابية. ادي أبراج ترابية. وده. ده. وده. برج الجوزاء. الشمس والشمس هنا في برج الجوزاء. برج العقرب والأسد. تمام كده. وده برج هوائي برضه. وعندنا برج السلطان. وبرج مائي. أين كان اي هو البرج ده. وإيه تاني يا ربي. وقلنا برج العزراء قبل كده. وإيه تاني يا أبراج ترابية زي ما قلنا. ومعطقتش فيه برج تاني. آآ. لا مفيش اي أبراج تاني. آآ. طبعا برج يا كارتا كينتا. لو بتعمل بقى ما حد برج حود فهو. زاهر لنا. هيجي قدم لك العرض اللي تشوف ده. آآ. وبربل جدي. ما مرسيه جدا 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 يا برب الحوت. وإن شاء الله بإذن الله بإذن واحد أحد يكون الكلام ده متحقق. شكرا.